كثير جدا من الناس لا تعرف ما اسم هذا المسجد ولماذا لا يدخل داخل المسجد النبوي لماذا هو قريب جدا من المسجد النبوي لكن لا يتم إدخاله فيه ولماذا يتم الحفاظ عليه كمسجد آثري هكذا طيب هذا المسجد إخواني اسمه مسجد الغمام أو مسجد الغمامة هذا المسجد هو آخر المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وصلاة الاستسقاء هنا صلى رسول الله بالناس صلاة الاستسقاء ودعا ربه أن يسقيهم المطر فنزل الماء عليهم مباشرة في هذا المكان وسمي بمسجد الغمام أو الغمامة لأنه قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي بالناس جاءت غمامة فحجبت عنه الشمس حتى لا تؤذيه هذا هو الموضع الذي صلى فيه رسول الله آخر صلاة وهذا مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر